لم يستطيعوا جمع الناس بخدمات ولا نجاح أبداً يريدون تجميع الناس مرة أخرى حول القضية الطائفية وهذا دليل الفشل الذريع فشل بعد فشل والآخر يريد أن يعيد القضايا الخاصة نحن نؤمن أن علي رضي الله عنه من سادات الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب أن نحتفظ بخصوصية تريد عيداً هناك محافظات تؤمن بهذا فلتكن مثل ما يحدث الآن بعض المحافظات تأخذ عطلة في بعض المناسبات أما أن أفرض هوية الخاصة على الجميع وأهدد بالسلم المجتمعي فهذا مرفوض نحن نقدس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي ونقدرهم والتقديس للأنبياء نقدرهم ونجلهم ولكن بدل أن نأمل أن نغادر الهوية الطائفية تعيدوننا إلى المناسبات الخاصة نعم نحن نعتقد أيضاً أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تلجؤوننا إلى أن نطالب أيضاً بأن يكون يوم تولية الفاروق يوم وطني وهذا هويتنا يوم تولية الخليفة الأول سيد الخلق بعد سيد الخلق محمد سيدنا أبي بكر الصديق هذا عيد أيضاً ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ هل هذا يرضي العقلاء؟ هل هذا يرضي رجال الدولة؟ هل هذه دولة تبنى بهذه الأفكار؟ والله أضحكتم الدنيا علينا في هذا الأسبوع ما يقرب من عشر مؤسسات إسلامية وعلمائية من خارج العراق تصدر بيانات تندد وتستغرب من هذا الخطاب في العراق قرأوا الإعلام علماء فلسطين وعلماء الشام وعلماء موريتانيا والسودان وفي تركيا ومصر يستغربون أي حال وصل إليه العراق حتى تفرض هوية طائفية معينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر